في سلع أو خدمات الكل يتحدث عنها هي حديث الساعة الآن يا حمود في سلع وفي خدمات مستثناء ومعفاة من ضريبة القيمة المضافة فصلها لنا نعم السيد علي بالنسبة هناك الإطار القانوني ضريبة القيمة المضافة ينطلق من تفاقية خليجية من أنظمة محلية فهناك سلع وخدمات مستثناء قد تكون ضريبية نعتبرها خاضة عن نسبة الصفر وهناك سلع معفاة وخدمات معفاة لكن أتكلم مع المستالك هذه السلع اللي بذكرها الآن لن يتم تحصيل عليها ضريبة بغض النظر عن المصطلح القانوني لن يتم تحصيل ضريبة وهي مثلا التأجير السكني لا يحقل أي شخص يقوم بتأجير سكني لأي مواطن أو أي شخص مقيم أن يخضع له الضريبة 5% أو 15% حاليا كذلك هناك بعض الخدمات المالية تقدمها البنوك وشركات التمويل لا يمكن أن تخضع لضريبة تلقيه مضافة مثل تشغيل حسابات الإداء والإدخار كذلك الإداء والسحب من الصراف أيضا أي رسوم فوائد أو قروض أو فوائد قروض أو تمويل تقوم على هوا مشربح ضمنية كذلك لن تكون خاضعة لضريبة تلقيه مضافة لأنها تقوم على هوا مشربح ضمنية وليمكن تحديد سعرها أو سعر الضريبة فيها أيضا هناك أدوية وأجهزة طبية لا تخضع للضريبة وهذه تصدر بقوائم من خلال وزارة الصحة ومن هيئة الغذاء والدواء موجودة على موقع هيئة الغذاء والدواء وكذلك موجودة على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل أيضا هناك طبعا الصادرات إلى خارج المملكة العربية السعودية كذلك لن تخضع الضريبة النقل الدولي إلى خارج المملكة العربية السعودية لن تخضع الضريبة أيضا صدر الأمر الملكي بأن تتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين في خدمات الصحة مع القطاع التي تقدمها الشركات القطاع الخاصة وكذلك خدمات تعليمية التي تقدمها الموسات الخاصة أيضا إعفاء أو تحمل الدولة لضريبة القيم وضافة على المسكن الأول للمواطن السعودي بما لا يزيد عن 850 ألف ريال